افسون ليس هناك عندما تتخذ محكمة الاسرة قرارها بشأن نوران بحر عندما تمد ذراعيك الى نوران فان السحر ليس موجودا كما انها ليست سوى الدمية التي تقع في احضان الموت جهد اتي لتقديم سيمر الى العدالة على وشك ان يكلف حياة اخرى لا شيء سيكون من اي وقت مضى نفسه مرة اخرى في حيه غير المحفوف يواصل زحال وسفر ميل النضال من اجل الحصول على المسروقات بينما بدأ نفاق بيرتيف واكاذيبه في العمل اصبح فولكان الان على وشك الانفجار بصفعات متتالية الحياة بدون سحر لم تعد ممكنة فولكان ايضا على الرغم من ان نوران بعيد عن الخطر الا انه لا يبدو من الممكن لهم لم شملهم مع افسون عندما سلموا نوران الى منزل الاطفال تنتظر الاسرة الحاضنة واستحاب الفتاة الصغيرة واستحابها الى منزلها لا توجد طريقة اخرى ممكنة متبقية سوى جعل الاسرة الحاضنة تتغاضى عن نوران وتستسلم في الحي غير المحظوظ يتم تشكيل تحالف جديد وضعوا الزهاليوثيرميل انظارهما على منازل بوتي على امل تمزيقها بالتأكيد هذه المرة والبدء في تنفيذ خطة متستر سيتم الكشف عن خوانة سيمر تم حرق جميع الجسور من اجل سيمر التي ادركت انها لا تستطيع البقاء في القصر بعد الان ادار وجهه الى كنان سوف تتعلم النار عن خيانة سيمر وتأتي بعده الشخص الوحيد الذي يمكنه حماية بحر من خطر الموت الواشيك هو افسون لن يتم اغلاق هذه الصفحة حتى يتأذى شخص ما بعد الان الربيع والنهر الان على وشك الموت للعب اوراقهم الرابحة الاخيرة يتحرك الحريق لوقف النهر ولكن بعد فوات الاوان لبعض الاشياء كما استنفدت امال افسون في استعادة نوران ان معرفة ان الاسرة الحاضنة اظهرت قربها من نوران ستكون الضربة الاخيرة التي تدمر افسون وهو الان على يقين من انه ليس لديه فيار سوى المخاطرة بكل شيء وخطف ابنته افسون اردا ونوران مصممون على الهروب نحو حياة جديدة حيث سيكونون معا طوال الوقت ولن يتم فصلهم ابدا طالما انهم لا يستطيعون شرح والدي نوران الحقيقيين فان ايديهم مقيدة انهم يخمنون من قام بالاخطار الذي تسبب في كل هذا سمري اظلم عينيه انه يقلب حياة الجميع رأسا على عقد ما حدث لابن اخيه نهير يزيد من كراهية كنعان ضد اتي نظرا لاستمرار الخطر على بحر يبدأ ارمر في اخفاءها في مكان يمكن ان تكون فيه امنة لكن حتى في السجن ليس من السهل الهروب من غضب كنعان من ناحية اخرى يطلب افسون من فولكان المساعدة للوصول الى نوران عندما لا يكون هناك خيار اخر لكن حتى الاستيلاء على كنعان لن يحل التوتر بين بحر واتي وفي الليلة التي لا يستطيع فيها اردا تقديم حساب فان زواجه من افسون سيؤدي الى الانحطاط قرر افسون اخذ نوران ومغادرة المنزل لكن اردا لن تسمح له ديسمبر سوف يذهب بمفرده بدلا من افسون واطفاله العاب سيمر تحقق الغرض منها ولكن عندما يقوم سومري بخطوة اخيرة خارج الخط يتخذ السلطان اخيرا اجراءا مع اشتداد حرب النساء في القصر سيكون هناك اطفال يعانون منها مرة اخرى يتعلم نوران مثل هذه الاشياء عن نفسه وعائلته بحيث ينقلب عالمه رأسا على عقد لا يوجد سوى بحر ونار حيث يمكن لفتاة صغيرة ان تلجأ في هذا الوقت الصعب يبدو كما لو ان القدر مصمم على لم شامل بحر وابنتها لن يكون هناك خيار سوى العودة الى اسطنبول من اجل افسون لكن الذهاب الى اسطنبول يعني تقريب نوران من والده اتي نما ذعر افسون كثيرا لدرجة ان الخطأ الحكمية يأتي خلال احتفال عيد ميلاد نوران في هذه الاثناء كل خطوة في لعبة الانتقام من اتي يوتشي تجبر كيناني على الخروج من الحفرة التي يختبئ فيها يردد صوت النار في اذنيهم جميعا واحدا تلو الاخر سيتم معاقبة الجميع الجميع نوران الصغير هو سبب حياته لكن اليوم يأتي عندما تفتح الابواب الحديدية للسجن سينوب ببطء يصبح تحرير بحر بداية الكوابيس الاكثر فضاعة لأفسون ظل اولئك الذين يحاولون الاستفادة من مخاوفه هو ايضا فوقهم في كل لحظة فقد بحر كل شيء في لال السنوات الماضية على عكس افسون الشيء الوحيد الذي يمنحه الامل والقوة هو ان يكون قادرا على رؤية ابن اخيه نوران الذي يعرفه وان يكون قريبا منه لانه ليس لديه عائلة ولا ذرية فقط ولا نار معه بعد الان يبدو الامر كما لو ان النار في قاع بئر مظلم لقد بدأ يلعب لعبة خطيرة للغاية للوصول الى كينان لعبة لم يستطع مشاركتها مع اي شخص ويمكن ان تجعله يخسر بحر الى الابد لكن كل الالعاب تخرج في مكان واحد امرأتان امرأتان الربيع والانفعال ومن بينهم طفلة صغيرة بريئة لا تعرف شيئا لائقا كل الاسرار كل الاكافيد كل الحروب تهز حياتهم اكثر من غيرها هل هناك سؤال واحد فقط الان هل ستتمكن بحر من استعادة طفلها الذي سرق منها خاطر السلطان بكل شيء لوضع حد لمعاناة افسون وهناك لعبة من شأنها ان تجعل البحار وفصون الاعداء الى الابد يبدأ تلوح في الافق ولكن هناك شيء لا يأخذه اي منهم في الاعتبار فتح كينان عينيه اخيرا ويريد الانتقام بينما تعاني عائلة اتاحا ايضا من انهيار داخلي لم يعد احد امنا الربيع الخداع النار اردى كما يتحول كل شيء الى مكان الحريق وهذه النيران على وشك ان تبتلع كل منهم عمر مصمم للغاية على الاستيلاء على بحر في غضون 24 ساعة والنار سوف تلقي بظلالها عينيه حتى يتمكن من دوج عمر الذي هو بعده والحصول على بحر هناك اناس في كل مكان سيستخدمون وضع بحر وضعف السلطان بشأن ابناء اخيه لمصالحهم الخاصة يبدو الامر كما لو ان هذه عملية تفكك لعائلة اتاحان ايضا رحلة بحر وافس حامل باحداث غير متوقعة ستبدأ فترة جديدة من حياة الجميع هذه العملية التي تقرب الاخوين قد تعني في الواقع نهاية كل شيء ان الحياة هي معلوماتي الفيديو انتهت هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات اشتركوا في القناة